أهلاً بكم أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي وحلقة جديدة من حلقات اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني تحت رعاية وأشراف وزارة التربية والتعليم Let's continue our new unit تعالوا نستكمل الوحدة الجديدة اللي احنا شغالين فيها اللي هي تحت اسم How are you feeling كيف هو شعورك We begin with the learning objectives بندع دايماً بأهداف التعلم الخاصة بالحلقة أولاً عندي learning objectives تعتي أول حاجة بنقول Learn how to put a text in the correct order وهنتكلم عن الجزئي دي كمان شوية إزاي أحط تيكست قطعة بس بالترتيب الصحيح حسب السيكونس بتاع الجمل أو حسب ترتيب الجمل مع بعض كمان number two Learn how to answer a dialogue إزاي نجاوب على الديالوج واللي بيعد أحد الأجزاء الصعبة على الطلبة السؤال الدالوب الconversation المحدثة يعني كمان We are going to revise the way of responding to news هنراجع على طريقة اللي احنا خدناها في الحلقة السابقة إيه هي الجمل اللي برد بيها على الأخبار تعالوا مع بعض نبدأ حلقتنا النهاردة بيقول لي read about Ziyad and NG and Aya do what they are doing at the weekend choose two sentences from A to D to complete each text Ziyad كان بيتكلم عن نفسه وإنجي وآية بيتكلم عن نفسهم وجايب لي جمل مختلفة تحتها فهنوصل الجمل We are going to connect the sentences to Ziyad خاصة بZiyad وكمان الجمل خاصة بإنجي وكمان آية طيب Ziyad بيقول hi I am Ziyad I live with my mom and dad in a small flat أنا Ziyad وعيش مع بابا وماما في شقة صغيرة in المينيا at the weekend I am usually quite lazy بس في الأجازة أنا ما بتحركش أنا كسلان وبعد أرتاح جدا في الأجازة على الطرف الآخر زي ما قلنا NG and Aya بتقول hello I am NG and this is my sister Aya أنا NG ودي أختي Aya وكمان بنكمل آية وإنجي we live near the sea هم عايشين بالقرب من البحر نستكمل مع بعض الجزئيات الخاصة بإنجي وآية English is not just learning writing, speaking, listening and answering or reading يعني أنا مش بتعلم بس الكتابة والقراءة والاستماع والتحدث ولكن أنا بستخدم المهارات دي they are very important skills مهارات اللغة الإنجليزية مهمة but I have to put my ideas in a sequence يعني أنا لازم أحط الأفكار بتاعتي في ترتيب معين وأعرف أبدأ بإيه ويبقى إيه الجملة التالية مش أحط جمل وخلاص The sequence is important ترتيب الأفكار وتدرجها شيء مهم تعالوا مع بعض نشوف الجمل اللي عندنا وهنربط الجمل الخاصة بزياد وكمان الجمل الخاصة بإنجي وآية أولا My father and my uncle have an old boat which they are bearing I'm learning to sail but آية doesn't like sailing because the water she doesn't like the water very much هي بتحبش المياه كتير آية بس أنا بحب أطلع على القارب مع بابا وعمي هل ده يتعلق بزياد ولا آية وإنجي أعتقد آية وإنجي طبعا هما نتسكنين بالقرب من البحر أو على السحل فهتبق دي جملة لها علاقة بنمبر 2 لها زياد آية وإنجي طب تعالوا نستكمل نمبر B On Friday evening my parents and I usually have a big dinner with my grandparents and we sometimes stay at their house يعني ده تقريبا كل يوم جمعة بنروح عند جد وجدتي ونتعشها هناك وبنقعد كمان في البيت عندهم It's bigger than our flat عند جد وجدتي الشقة بتاعتهم أكبر من شقة اللي هي اسمه الفلات المينيا يبا احنا بنتكلم على زياد يبقى الجملة ديت لها علاقة بزياد اللي هو كان الصورة رقم 1 نمبر C At the weekend we do our homework and on Saturday we sometimes spend time with our father and uncle on their boot في الأجازة بنعمل الواجب وبعدين كمان كمان في بعض الأحيان يوم السبت بنروح على الآرب مع عمي ومع بابا يبقى مين يبقى آية وإنجي دول نمبر 2 اللي هي علاقة بنمبر 2 On Saturday morning يوم السبت الصبح I often stay in my bed and then I have a late breakfast with my grandmother she is a fantastic cook In the afternoon I do my homework بعد يوم السبت أصحب راحتي واخد فطر متأخر على الساعة 12 مثلا نفطر من جدتي اللي هي طبخة كويسة وفي الآخر بعمل واجبي بعض الظهر براحتي ده زياد اللي هو بيبقى very lazy at weekend يبقى ديت لها علاقة بنمبر 1 اللي هو زياد يبقى هنا It's very important to know how to connect sentences to people at the beginning of their topic يعني كل شخص من الأشخاص قال جملة سبتة فأنا ببدأ أعرف إزاي أوصل الجمل بهذا الشخص تبعا للسيكونس بتاع الجمل بتاعته تعالوا ننتقل لجزئية أخرى بيقول لي put this email to a boyfriend in the correct order هنا بقى how to put sentences in order to give a full meaning إزاي أحط الجمل في ترتيب عشان أدي معنى كامل تعالوا نبص على الجمل اللي عندنا وبعدين نبدأ ننكتبها مع بعض أولا أول جملة هي موجودة عندي اللي هي thank you for your email شكرا على الإيميل بتاعك hear you some information about me بعض الأخبار عني I live with my parents and my two sisters أنا عايش مع والدي وكمان والدي والدتي وأخواتي الاثنين البنات in Oxford in Oxford we live in a house عايشين في منزل but we don't have a garden البيت ما فيوش حديقة does your home have a garden بيتك أنت في حديقة طيب هنرى بقيت الجمل وبعدين نبدأ نرتب الجمل علشان to give a full meaning a right meaning عشان أدي معنى صحيح ومعنى مكتمل أول جملة فوق without a garden I often go to the park at the week-end I love taking photos of birds there do you have many birds where you live من غير الحديقة والله أنا ببقى متضايق فبروح الحضائق أستمتع فيها وكمان باخد صور للطيور هل أنت عندك طيور في البلد بتاعتك طيور كتيرة مختلفة تعالوا نشوف الجمل اللي تحت I hope you can write to me again أتمنى أنك تقدر تكتب لي مرة تانية soon and please answer my questions ولو سمحت رد على أخباري أو على الأسئلة بتاعتي I enjoy my school and I have many friends desert أنا بستمتع بي المدرسة وعند لدي أصدقاء كتير هناك The school is a short walk يعني مدرست قريبة فبعتمشى بسيط كده وأوصل المدرسة From my house Is the school nearby or is it far from your home هل المدرسة قريبة منك ولا المدرسة بعيدة عن بيتك كوف الآخر بستوش ماريانا طيب هو الجمل القطع الأولاني هي من الجوابة نمبر ون بيقول له أهلا بيك وأخباري إن أنا عايش في أكسفورد مع بابا وماما وإخواتي وهكذا وقال له من غير الحديقة بابا متضايق أنت عند الحديقة ولا لا أعتقد أنه هيكمل كلام عن الحديقة فبيقول له without a garden اللي هي أول جملة فوق دي هتبقى number two That's right من غير الحديقة بروح للحضائق وأخذ صور للطيور دي هتبقى number two طيب بيقول I hope you can write to me again أتمنى أنك تقدر تكتب لي مرة تانية وبيقول له كمان answer my questions دي هتبقى number three That's not right دي تبقى آخر جملة في الإيميل لأن دي الخاتمة بتاعتي فهيقول له I enjoy my school أنا بستمتع بالمدرسة وأروح المدرسة قريبة مني مدرسة قريبة ولا بعيدة وبعدين بيقوله بعد كده اكتب لي سريعا وقول لي أخبارك إيه فهتبقى آخر جملة هي number three و number four هتبقى I hope you can write to me again أتمنى أنك تكتب لي مرة تانية وكمان اكتب لي بسرعة ورد على أسئلتي best wishes mariana وده كان الإيميل بتاع mariana يبقى هنا it's important to put your ideas your information in a right order لازم تحط المعلومات بتاعتك في ترتيب صحيح to give a full meaning عشان تدي معنى كامل مكتمل تعالوا نكامل مع بعض complete the article with the correct headlines from A to E هنكمل بالheadlines from A to E عندي بعض الheadlines موجودة ونشوفها بيقول لي it's normal to get worried or feel sad sometimes سهل جدا أن أنت كتينيجر أنت كشاب أو مراهق بتبقى الآن بتبقى ساعات حزين ده طبيعي but what helps teenagers to feel happy اللي يساعدوا منه هما يبقوا شعداء we found five things that can help خمس أشياء ممكن تساعد المراهقين يبقوا شعداء أول جملة بيقول لي teenagers often don't sleep enough ما بينما مش كتير but this is a time in your life when you need a lot of sleep ده وقت انت محتاج فعلا فيه النوم كتير young people who sleep 8 to 10 hours at night are much happier الناس اللي بتنام فترة أطوام من 8 ل10 ساعات بالليل بيبقوا أكثر سعادة يبقى عشان تبقى سعيد كتينيجر you have to sleep more لجم تنام أكثر number two it's a good to be alone sometimes but people need people انت ممكن تبقى محتاج انك تبقى لوحدك بعض الوقت ولكن الانسان شخص شخص اجتماعي فانت محتاج لبعض البشر برضو عشان يبقوا معاك spend time with your family and also try to make new friends دايما حاول تعمل صدقات وقضي وقت مع العيلة ما تبقاش لوحدك تبقى طول الوقت because this makes teenagers happy البقاء مع الناس يجعل المراهقين صعدة people need nature to be happy go to the desert or the river if you live in the city go to park يعني لو انت عايش بالقرب من الصحرة اخرج للصحرة لو انت عايش بالقرب من النهر روح للأنهار روح للشطة لو انت عايش في مدينة صحلية لان ده بيساعد السباب المراهقين ان هما يبقوا سعداء ولو انت عايش في المدينة ما فيش لأنهار ولا بحار فتروح فين روح للباركس للمتنزهات now we are going to learn something is very important or to revise because we have learned about it before يعني هتعلمنا عن الجزء دي قبل كده فاحنا هنراجع مراجعة سريعة او مراجعة مكتملة شوية على how to answer the dialogue ازاي نجاوب على سؤال الديالوج and it's a very important part of the exam وده جوزء مهم جدا في اجزاء الامتحاد the dialogue is important and we have to read the title and the dialogue the dialogue before we begin to answer يعني الاول لازم اقرى العنوان وارد الديالوج كله قبل ما ابدأ اجاوب because the title gives me an idea what is I'm going to write يعني ايه لنا هكتبه في الديالوج فانا لازم اقرى العنوان وارده كله قبل ما ابدأ اجاوب then it's about two sentences a question and answer الدالوج عموما بيبقى حكتين وغالبا بيبقى سؤال وارد على السؤال I'm going to fill أو to complete the question with the word or the answer فبعد ما اقرأ السؤال كاملا من غير ما اجاوب هبدأ ارى كل جملتين مع بعض وهبدأ يا اما هكون او هكمل السؤال بكلمة او هكمل الاجابة بكلمة فتعالوا نشوف ده مع بعض ازاي اجاوب على الديالوج زي ما قولنا ازاي نجاوب على السؤال الديالوج this is the dialogue we're going to complete it وبنقول لما نجي نجاوب على الديالوج بنحط كلمة يا اما في السؤال يا اما في الاجابة بس I have to read it at all يعني اقرأ كاملا الاول قبل ما جاوب فهنا بيقول لي احمد hi how do you do اخبارك ايه وعمل ايه فقال له how do you do الحمد لله انا بخير برضو how do you do كيف حلك كيف حلك احمد قال سؤال وقال له is your name قال له ايام علي يبقى السؤال ده هستكمله بس الاولة كامل قال له what's your what's your حاجات كتير قوي هنا ممكن تبقى what's your job what's your hobby what's your nationality what's your address ممكن احط حاجات كتير فانا مش عارف فلازم هنا عشان كده بقولك القراءة كله من اول الاخر قال له I am a برضو ما تدنيش فكرة او هنت انا انا هبقى ايه فقال له a policeman that's an interest that's interesting what do you do in your casa صحيح انت زابط شيء ممتع بتعمل ايه فيه يبقى هنا a policeman it's a job يبقى what's your job هنستكمل مع بعض قال له I sure that everyone is safe in the street انا بتأكد ان كل البشر بتبقى في امان في الشارع تعالى نرجع بقى حاجتين مع بعض السؤال بالاجابة مع بعض how do you do how do you do كيف حالك كيف حالك خلاص قال له is your name قال له I am علي طبعا ده question بيبدأ بكلمة what هيبقى what is your name ما هو اسمك طيب قال له I am علي قال له what's your عرفنا بقى ان هو من كلمة policeman تبقى what's your job ما هي وظيفتك قال له I am قال له policeman يبقى I am ايه I'm a policeman نفس الجملة دي انا ضابط شرطة قال له a policeman that's interesting what do you do ان يور بتعمله في شغلتك دي في وظيفتك دي يبقى what do you do ان يور job برده ماذا تعملت هذه الوظيفة قال له I sure فاكريين في الديفنيشن بتاع البوليسمن he makes sure بيتأكد يبقى I make sure انا بتأكد that everyone is safe in the street ان كل الناس بتبقى في امان في الشارع فيبقى هنا استكملنا الدياريج بتاعنا حطينا اداة استفهام وط عشان what's your name هنا what is your job عشان هنا اداله الوظيفة فقال له I am a policeman لان هو معرفني ده بوريسمن وبيسأله بتعمل ايه في وظيفتك قال له I make sure ويه definition بتاع البوليسمن ده الشكل او الطريقة اللي بنحل بيها اداله بقى اراه كله كاملا وبعدين بابدأ اعرى سؤال باجابة وابدأ اعرف ايه السؤال او الاجابة اللي انا هكملها الكلمة اللي انا حطها ايه من تسلسل الجمل عرفتنا هنا ان انا عايز بوريسمن فكتبتها فوق عرفت هنا من كلمة بوريسمن ان انا يتجوب فكتبتها فوق فلاجب اقراه كله كاملا من الاول الاخر قبل مبدأ احل تعالوا نسكمل مع بعض حلقاتنا وننتقل لجزئة اخرى بيولي describing photos ازاي او صفة ايه الصورة the photo has three certain parts الصورة لما ايجا وصفها بتبقى مكونة عندي من ثلاث اجزاء رئيسية ايه الثلاث اجزاء الرئيسية داية بيقولي foreground mid ground and background يعني الجزء الامامي من الصورة والجزء اللي في وسط الصورة وجزء الخلف اللي في الصورة طب تعالوا مع بعض نشوف ايه الاجزاء الموجودة في الصورة دي فبيقولي هنا they are in the park هما في الحديقة there are two women في اتنين ستات and a man وفي راجل كمان there are some trees في بعض الاشجار انا قلت في تلاث اجزاء في الصورة in the foreground في بداية الصورة the two women are in the foreground الستين او المرأتين اللي عندي موجودين في بداية الصورة في الجزء الامامي من الصورة the man is in the middle ground الراجل هو في وسط الصورة تماما بنقسمها foreground مقدمة middle ground في الوسط وكمان background في الخلفية in this photo في الصورة اللي قدامي in the background في الخلفية there are three trees فيه تلاث اشجار يبقى عشان اوصر الصورة لازم استخدم كلمة foreground middle ground back ground كمان فيه جزيتين كمان ممكن اقول على اليمين في كذا وعلى الشمال في كذا طيب on the right in this photo a woman it seems that she is talking on the phone على اليمين زي ما انتم شايفين في واحدة ست يبدو ان هي بتتكلم في التليفون في الجزء الايما من الصورة كمان on the left على الشمال there is a woman who has a tablet في ست معها tablet يبقى عنا عندي تاني اخر حاجة في وصف الصورة بقول ايه هو اللي في المنقدمة و ايه اللي في الوسط و اللي في الخاتمة كمان بيبقى عندي الجزء الايمن في ايه والجزء الايصر في ايه ده بالنسبة للوصف الصورة بسعب انتلاك كلمات foreground middle ground background on the left on the right we are going to continue to another part how our revising responding to news هنقول بعض الاجزاء ازاي نرد على الاخبار وتعالوا مع بعض نستكمل ازاي هنرد على الاخبار سواء كانت جيدة او سيئة زي ما خدناها في الحلقة السادقة هنراجع مراجعة سريعة على الجزئية دي وزاي ما هنا مع بعض responding to news is very important part of learning language ازاي ارد على الاخبار سواء كانت خبر سيئ او خبر جيد تعالوا مع بعض نراجع اللي قولناها قبل كده في الحلقة السادقة اولا if your friend have a good news بالنسبة للgood news اخبار جيد مثلا your friend won a prize سيئة بجيز نقول له ايه طبعا انا في اسعيد لي فاقول له i'm happy for you انا سعيد لي كمان ممكن اقول له congratulations تهانئة ممكن اقول له well done احسنت ممكن اقول له برضو that's great شيء رائع او ممكن اقول له great news اخبار رائعة طيب ده لو كان good news لو كان اخبار جيدة عند زميلي if something bad happened to him لو في شيء سيئة حصل مع زميلي اقول له ايه لو bad news اخبار السيئة هقولك مثلا his father لا قدر الله died والدماء هقول له ايه هقول له i'm sorry to hear that اسف لسماع هذا الخبر السيئة هقول له don't worry بس دي ما تمشيش او مع جزئية الاب اللي مات ما تقلقش وكل حاجة تبقى كويسة بس همشيها مع الاغرام ديك مثال مجرد مثال هقول له don't worry i'm sure thinketh انا واثق ان الاشياء will get better soon واثق ان المواضيع هتتحسن قريبا معلش بقى والدك مات او اي ان كان الخبر السايق ده تعالى نقول كمان هقولك he can't come to the party that you are holding هو مش هيجي الحفلة اللي انت هتعملها فهتقول له ايه هقول له it's a shame it's a shame that you can't come يبقى according to the situation or the news حسب الاخبار اللي انت تلقيتها لو هي اخبار سعيدة هقول له i'm happy for you congratulations well done that's great news او great news او that's great طيب لو هو خبر سيء هقول له i'm sorry to hear that don't worry i'm sure things will get better soon ما تقلاش الاشياء تتحسن او it's a shame you can't come طب مثلا his friend او your friend's sister is ill اخت زميلك تعبانة او مريضة i hope she will get better soon اتمنى ان هي تتحسن قريبا يبقى دي جزئية الرد على الاخبار سواء كانت good news او bad news وتبقى عندنا expectations معينة في good news وعندنا expectations معينة في bad news تعالوا نستكمل مع بعض حلقتنا ونشوف عندنا ايه من التمارين اللي جاي هنستكمل مع بعض ونشوف ايه الاجزاء الخاصة بالاكترسات على بش بوندنج تونيوز ازاي بنقوم بالرد على الاخبار بيقول لي read the email from tamir to tarik and correct the mistakes هنقرى الايميل ونصحح الاخطاء الموجودة في الايميل ده وهنعرف هي مترقمة فهنعرف ازاي نصححها مع بعض hi tarik how was it going how was it going the first mistake اول خطأ how was it going congratulations congratulations on passing your math test ايه اخبارك وتهانئي بانك قديت الامتحان بتاعك do you have more exams next term عندك تحنات تانية في الترمي الجاي the news from me is what we move that we move we move to a new house يبال خطأ هنا في كلمة we move i'm so exciting exciting i am exciting because my problem i'm sorry my bedroom is in the new house is very big لان الحجرة بتاعتي انا سعيد بالانتقال لان الحجرة في منزل جديد كبير i got some bad news i got some bad news i got هنشوف two i'm sharing the room with my brother الخبر السيء ان القضة الكبيرة دا مش هستمتع بها لوحدي اللي انا هشارك معايا اخويا او هشارك فيها اخويا but this is only for a week او الشيء دا دايني جدا من دا من مدة اسبوع فقط until his room is ready لحد ما قدته تكهز كمان بيقول لي i'm looking forward to meet look forward to meet you in the summer do you want to go swimming or sailing at the beach هل تحب في الصيف الابحار ولا تحب تيجي تعم this year i'm not waiting i'm not waiting the خطأ to see you right soon right soon طب تعالوا نشوف الاخطاء اللي احنا بحددنا دي من الاول احنا قلنا ان البدايات بتاعت الايميل بقول له مش how was it going how is it going ما هي الاخبار كمان congratulations مش congratulations congratulations تهانئي كلمة we move لا احنا هننتقل او بننتقل حاليا يبقى we are moving كمان to new house كلمة exciting انا عايز اوصف شعوره هقول i am excited مش exciting i got طب اي have got انا لدي بعض الاخبار اللي هي سام good news كلمة look forward to مع ان فيه to هنا look forward to as a very important notes يعني هي ملاحظة مهمة جدا لك ان look forward to it's followed by verb plus ing او نون يعني ما يجي بعدها اسم يعني ما يجي بعدها فعل ولو جاي فعل نحط له ing كمان يبقى هنا meet هتبقى meeting وكمان بيقول لي i am not waiting لا انا بتشوق لعمل شيء في المستقبل experiencing the future يبقى i am waiting او i can't wait i can't wait مش i am not waiting to see you right soon تعالوا نشوف الاجابات اللي احنا قلناها دي مع بعض اولا طبعا مش how was it going how is it going congratulations هتبقى congratulations تبقى congratulations we move تبقى we are moving why am excited انا مندهش او او انا متحمس got تبقى have got meet تبقى meeting وبعد look forward to i'm not waiting تبقى i can't wait وبعدين write soon اكتب لي سريعا ده الاخطاء اللي كانت موجودة عندي وزي صححنا complete the sentences with the correct form of the word in the practice هنكمل الجمل بالشكل الصحيح للكلمات الموجودة بين الاقواص تعالوا مع بعض نشوف الجملة الاولى it's important to drive careful drive careful careful adjective انما هي المفترض تبقى adverb لاني بتجي بعد الفعل انا بسوق بحرص مش حريص هنكمل الجمل مع بعض number two بنقول the children are singing loud singing بيغنوا يبقى ده verb بيجي بعد ده adverb بما تبقاش loud in the ground in the play ground number three بيقول لي the bird is flying very fast الطائر بيطير بسرعة هنشوف تصيح فاست ايه number four our football team will win because they are playing very good they are playing جاي بعد الفعل برضو ما تبقاش good بايه well that's right very good good تحول في الادverb بلول عندي number five احمد went into the new school ساد احمد رحل مدرسة الجديدة وعشان الجديدة ومعرفش فيها اصدقاء هتبقى ساد لا تبقاش ساد جاي بعد الفعل تبقى هنشوف مع بعض هتبقى adverb لازم نحط لها l y اول جملة adverb جاي بعد الفعل careful منتهي بل نحط لها l y تبقى careful تاني جملة loud بيغنوا بشوت عالي تبقى loud لين تالت جملة fast بتفضل زي ما هي fast وhard وlate وearly لو فاكرين يفضلوا زي ما هم سواء adjective او adverb فهتبقى fast زي ما هي وكلمة good زي ما انتم قلتم من شوية تحول الى will كadverb لانها جاي بعد الفعل وكلمة ساد هو رايح بحزن تبقى ساد the last exercise اخر تمرين عندنا بيقول choose the correct word اختار الجملة الصحيحة او الكلمة الصحيحة بين الاقواص هنشوف الجمل مع بعض بيقول لي you can catch a plane تقدر تاخد الطيارة بتاعتك من اين a port ولا airport طبعا هتبقى airport تاني جملة when you invite a person to your house لما بتدعو شخص لمنزلك بيبقى الشخص ده ايه they are that's right guest هما بيبقوا ضيوف when you go on holiday لما بتروح الاجازة you put your clothes in بتحط الزيوم بتاعتك كنت رايح فين؟ في السوت كيس في الشنطة very good the skin of the zebra حيوان الحمر الوحشي الجلد بتاعه بيبقى stripped يعني مخطط مش lines مش خطوط واخر جملة عندي if you are tired why don't you have a rest ليه ما تاخدش راحة وبكده نكون انتهينا من حلقاتنا النهاردة till we meet again good bye and thank you citball ثcome noch موسيقيا شكرا